السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بالظن في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء يا أخي فسروا الحديث حسن الظن أنا عند حسن الظن فإحسان الظن بالله هذا من التوحيد هذا من التوحيد وسوء الظن بالله هذا من نقص التوحيد أو عدم التوحيد هنا